اشتركوا في القناة اول حاجة هعملها هيكشف الزرار ده عشان يبان من تحته المصمار وهبدأ افك المصمار نحيط الشمال عشان يطلع معايا في كل التلاجات هتلاقي نفس الفكرة ولكن شكل العلبة دي او مكان المصمار مختلف ولكن في الاخر مش تعمل اكتر من اللي انا هعمله ده انا هنفز الفيديو نهارده بدون استخدام اي جهاز قياس وهو المفك والبنسة بس واللي هنغيره تابع معايا ده الوقت بنفك المصمار نحيط الشمال زي ما اتفقنا في النوعات دي من التلاجات بعد ما فكوا المصمار ده بتسحب دي بالجامد متخافش جامد قلبك ظهر قدامي كده السرمستات طبعا احنا قلنا التلاجة فصلة لكن اللمبه اللمبه من وره الترمستات وصله طرفين هم طرف اسمر وطرف بني مش الارض دي الارض اللي هو اللونين مع بعض ده ما نجدعو بيه خالص هفك السلكين وبصا انا هعمل ايه هوصل الكليبسين دول في بعض تمام اهو هوصلهم في بعض دي زي نظام اختبار عشان اعرف منه السرمستات بتاعي هو اللي بايز ولا لا وبعدين هرجع ركب الجزء ده في مكانه كده هنلغيت وجود السرمستات المفروض لو السرمستات هو اللي في مشكلة التلاجة بتاعتي تيجي شغال اهو رجحت ده في مكانه وهوصل التلاجة هتلاحظ معي ان التلاجة اشتغل دلوقتي التلاجة فعلا اشتغل يبقى انا كده مطلوب مني اغير السرمستات هرجع تاني افك العلبة دي وهجيب السرمستات وهركبه ده ما دلوقتي وهنشوف هنركبه زي صح وبطريقة صحية طبعا عشان هركب السرمستات لازم الاول افك الحد ده كده زي ما قلنا الحد ده هتلاقيه برضو موجود في كل التلاجات ولكن شكل مختلف ده بلب السرمستات باسحابه لبرة عشان يطلع من مكانه هو ركب بس زي ايه كده اهو وطلعت العلبة بتاعت السرمستات كلها زي ما انش شايفين خلاص طلعت معايا ودي البل هشيل بقى البكرة بتاعت السرمستات وهجيب البنسة سنوا معايا ما حدش يمشي واعتمشي خليك قاعد انا دلوقتي بجيب البنسة ركز معايا جبت البنسة وببدأ افك السامولة دي برضو نحية الشمال فكت السامولة هيبدأ كده اقدر اخرج السرمستات بتاعي من مكان اهو فكنا السامولة ضغطة خفيفة كده واسحب هيطلع معايا الله علي السرمستات هشيل منه السلك الاخضر في اصفر ده اللي هو بتاع الارضي اهو وهفك السلكين اللي انا كنت اعملهم مع بعض كده عشان اجرب من غير سرمستات وهروح اجيب السرمستات الجديد سرمستات الجديد بيجي معاه اه بيجي في علبة زي كده سرمستات التلاجة العادية جماعة بتكون مكتوب عليه سالب عشرة يعني بيفصل عن سالب عشرة خليه بغير لك من الحتة دي كمان بيكون طرفين بس اهو دي الحاجات اللي جاية معه السرمستات الملحقات بتاعته وهنشوف دلوقتي طبعا انا بفكه عشان هاخد منها بس الكليبسين ليه بقى لان السرمستات الاصلي بيكون كليبسات بتاعته صغيرة فانا لازم اغيرهم بكليبسات جديدة طلحت دلوقتي الكليبسات والحاجات اللي جاية مع السرمستات الجديدة اهو طبعا هطلع الكليبسين زي ما قلنا لان انا هحتاج اغيرهم اهو وادي عم السرمستات الجديد واخد بالك عم اهو كده خلاص العلبة مناش لازمة هبدأ بقى دلوقتي اعمل ايه هقص الكليبسات القديمة عشان اركب مكانها الكليبسات الجديدة دلوقتي هنروح تجيب القصافة خلي بالك ما تمشيش ركز معايا فكل كلمة بنقولها الموضوع سهل وبسيط والله احنا تعلمنا الحاجات دي بسهولة جدا والحمد لله علمناه لنفسنا محدش علمه لنا شو محدش يقول لنا انت بتعلم الناس ادي القصافة هقص الكليبسين للقدام لان هم مش هيركبوا في الجديد زي ما انت شايف كده بالراحة وباجي ضغط بيجي مقصوص هولا مفيش اي اختراع يعني طيب حد يقول لي طيب انت هتقص سلكين بس طيب ما فيه سلك الارض لقى الارض بيركب عادي لان السلمسات في نحية تلين الارض في واحدة صغيرة واحدة كبيرة في بيركب عادي وهبدأ امسك كده السلك شوف الحركة دي بقى بامسك السلك وبضغط ضغطة خفيفة على القصافة باجي قص بيقص مش بيقطع اهو او ضغطة خفيفة بخلي اصباعي في النص كده في النص القصافة مش قدام احسنتعور نفسك وباجي ضغط بيجي قصص معايا السلك مقشره من غير مقطع اهو الكليبس بطريقة جميلة جدا ركز معايا فيها هنا في الفيديو اللي نسيت ادخل الغطة البلاستيك ولكن هاعزل ببلاستر عادي مش مشكلة وهاجب دلوقتي الكليبسات بص انا هركب الكليبسات ازاي رحت جبتي بين سببوز عشان برضو ما تزعلش ان انا مشيت خليك قاعد او عتمشي اهو قاعد الكليبس جبت الكليبس شايف الناس بتركب الكليبس عدل لا انا بركبه مقلوب مقلوب ازاي عم هتشوف دلوقتي شايف الكليبس بدل ما اركبه في ناحيته العدل هركبه في ناحية التانية كده وهربط هقفل الصغيرين دول على السلك كده وبعدين هروح لافف الكليبس بتاعي لو انت راجل بقى فك الكليبس اللي انا بعمله كده اهو لان كده انا عكست الطرف السلك وبعدين هاعدل الكليبس زي ما انت شايف كده وهقفل على السلك من ناحية العازل بنفسي لو انت جدع اقلع الكليبس اللي انا بعمله كده شايف بقى جامد لكن لو انا ركبته على عدلته وكده بيتخلع لكن دي فكرة كنت اتعلمتها والله من عيل عنده عشر سنين اكسم بديني عنده عشر سنين عشان بس الناس اللي بتتكبر على المعلومة كنت شفته بعملها كان هو صناعي لف مواطير مع ابوه يعني ابوه بيلف مواطير وانا كنت واقف جنبه فالقيته بركب الكليبس بتلادي بيقول عارف يا عم محمد وعمر الكليبس كده ما يتخلح تاني ولا ولا يجرره حاجة خدت منه الفكرة ما شاء الله عليه انا افتخر ان انا قولت علمت من حد عنده عشر سنين طب انا في بلايات الفيديو قلت ما تعلمتش من حد يا عام انا بجتب انت صد اهو يلا قفلت على دول وخلاص هركبهم بقى هفرد بس البلب بتاع سلمستات الجديد لانه بيجي مدور كده خلي بقى لك لو فردت البلب الرجل بتاع سلمستات ما برضاش هرجعه فانت لما تجيب سلمستات الجديد اتأكد ان هو نفس النوع قبل ما تفرد البلب ده تمام اهو هفرده وهخليه يعدي من جنب الناحية دي شوف الحتة دي برضو اقفل ده هنا اركب سلك الاسمر هنا وسلك المني هنا طب لو ركبت ده مukan ده صحيح لا ولا ايه حاجة لانو ده توصل توالي اي واحد منهم مركب مكان التاني عادي المهم ان السلمستات لما يفصل وشرحنا قبل كده دمرنا سلمستات زي ده وشوفنا جواها ايه ويعرفنا جواها ايه المهم ان السلمستات لما يفصل يا جماعة هيفصل الطرف ده عن الطرف ده كأنهم كانوا هبقوا ويبعدوا معا معا بعض اهو هاعزل بس البلاستر اللي ان ننسيت هركب الغطر البلاستر اللي كان جاي مع السمسات معلش عفوا اي حتة البلاستر كده اهو مش وارد تحصل حاجة بس برضو يعني حتة كده من ضمن الكلام بتاع هاعزل برضو السلكة التانية البلاستر اهو وبعدين هنعمل ايه هاراكب صح لا هاراكب الطرف الارض يعمل حاج اللي احنا فكناه متعديش من الكلام انت اهدى علي اهدى علي الله يهديك اهو وهمسك دلوقتي المستاد بتاعي هركب الاطراف طرف هنا وطرف هنا زي ما قلنا يا جماعة اي طرف مكان اي طرف مش مشكلة الا الارضي راعي ان الارضي لازم يركب في حتة الحديدة شايف انا عندي الحديد من الجنبين عاملين زي اهو عاملين زي اه اطراف كليبس طبعا هنا الكليبس القديم ركب لان الارضي زي ما قلنا في طرف كبير وطرف صغير فpis بركب على اي واحد فيهم ما بتفرقش ولا هركب بقى السرمسطات في مكانه هدخل المكان اللي بتتربط فيه السامولة في الفتحة بتاعته اهو ان السامولة هي اللي بتمسك السرمسطات كله اهو ركبت دا وهنزل البلب في المجرى بتاعته وهلف السرمسطات هربط السامولة اهو اهو خط انا بقى السامولة الحاس اللي هي كانت في البلب القديم لان نحاس مش هيصدي لكن الحديد هيصدي ومش ودي مش هتفرق مع الزبون في حاجة. المهم ان انا اعمل له اللي انا شايفه صح. عشان انا اراعي ربنا. مش براعي الزبون. الصمولة اللي انا حازي لما انزل على ما مش هجرها لحاجة. لكن الصمولة الحديد اللي جاي مع السماسات الجديد هتبوز. هتصدي وتقفش في مكانه. اهو هربط كمان حتة كده من عندي. وهنشوف دلوقتي. اللمبة دي انا لحظت انها ما نورتش. فانا هشيلها. يا عم انت قلت اللمبة كانت مناورة يا عمي انا بقول لك على العطل الوارد وانت اه خليك فنان. اهو فانا هاجم غيرها وعلى فكرة حتى لما لما ركبت اللمبة جديدة برضو ما نورتش لما اطلح لنعيب في الدواية فعادي بقى هصلح الدواية بس من دي مش محتاج ان احنا نشوفها في الفيديو. جبت لمبة جديدة دي لو حابب برضو في غاية تتعلم طريقة غير اللمبة بتفكر ناحية الشمال وبتربط الجديدة ناحية الليمين وخلاص على كده. وهبدأ باتي يا استاذي الغالي ارجع السلمستاد بتاعي اركبه في مكان. يا عم ما تسبقش خلينا اهو. يا عم انا خلصت يلا. اهو. طبعا دي يا جماعة عاملة زي روزيتا العلبة بتاعة السلمستاد طالع منها اطراف. نفس الاطراف بدخلها في مكانها. وانا براعي ان اركب العلبة على وضعها القديم اهو. فبتركب في مكانها عادي. اهو. طيب. وهركب البلب بتاع السلمستاد قبل ما نسى في مكان. معلش بقى اللي كان بيصور احوال. فلسه ما جابش ايدي. انا دلوقتي هيضربه في كرشه عشان يرفع الكاميرا لفوق ويجيب ايدي. اهو. اهو. كده ضربته انا في كرشه. فراح جاب جاب التصوير كويس. ودلوقتي انا ركبت السلمستاد بتاعي او البلب بتاع السلمستاد في الفتحة بتاعته. ليه بقى دي مهمة? عشان مش هيفصل ابدا طول ما دي مش ركبة في مكانها. لانه مش هيحس بتبريد. وبالتالي مش هيفصل. تمام? هربط بقى يا جماعة خلاص يا عم ينزل بالكاميرا ابوس على صوابعك. اهو. هينزل دلوقتي ان شاء الله. هينزل انزل يا عمه انزل اهو. الحمد لله لسه برضو. ايوة الحمد لله رب العام. دخلت المصمر كده في مكانه اهو. وهجيب المفاك بتاعي اللذيزي الجميل اللي محلتيش غيره. هتلاعزوا ان المفاكدة بطلع معي في كل الفيديوهات. والله يعني محتاج هشترش وتعدى جداد. ربنا يرزق كده بس ومشاهدات تعالى في القناة ونكسب فلوش كتير ونجيب اللي عشان تتعدى حلو. اهو. بربط دلوقتي كويس. ولاحز معايا ان كل شيء بقى تمام. وهركب البكرة بتاعتي في مكانها. وهشغل مطور التلاجة. ما تزبعش الاحداث خليك معايا. بص بدلوقتي على وضع البكرة المزبوط. وهجي مركبها هتيجي راكبه الحمد لله. دلوقتي انا بعمل حتة كده بجي اقفل على السفر. مفروض التلاجة ما تشتغلش يعني اوصل فيش التلاجة ما تشتغلش. ليه? عشان اتأكد ان السلمستاد بتاعي نقطة التوصيل بتاعته بتقفل على السفر. هخليه وصل دلوقتي وهجي فاتح السلمستاد انا بايدي على رقم واحد اهو اشتغل المطور ما شاء الله علي. الف مبروك. وبكده صلحنا التلاجة ورجعت تشتغل تاني اللمبة ونورش مش مشكلتي انا الله دي. ويلا بينا شكرا لكم ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس واعمل عجاب للصفحة اللي وداخل عن طريق الفيس.